فالرسول بولوس بيكتب لأنه خدم في أفسوس مدة ثلاث سنين لكن بيكتب من سجن روميا بعد عشر سنوات يقول هذه العبارة ولا تشتركوا بأعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكره أيضا قبيح ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور لأن كل ما أظهره فهو نور لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح بيقول أيضا في موضع آخر بنفس رسالة أفسوس يقول فلا تكونوا شركاءهم لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب أسلكوا كأولاد نور وفي السياق الحديث يتكلم يقول لا تعطوا إبليس مكانا بحث المؤمنين اطرحوا عنكم الكذب وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم هذه كلياتها تسمى أعمال الظلمة فالرسول بحث المؤمنين ويقول ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وابخوها